بسم الله الرحمن الرحيم طلاب اليوم إن شاء الله سنأخذ المحاضرة الثانية لمادة الكمبيتر نيتوركس أنوان محاضرتنا لهذا اليوم هي نيتوركس من خلال محاضرتنا لهذا اليوم سنتعرف على بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية للشبكات سنعرف الشبكات ونقول ما هو المقصود بالنيتوركس من إيش تتكون هذه النيتوركس سنرى أن هذه النيتوركس تتكون من مجموعة من الأجهزة طيب هاي الأجهزة كيف راح ترتبط ما هو الفيزيكو التوبولاتي اللي راح ترتبط به هذه الأجهزة طيب راح نأخذ أيضا كيف ننقيس أداء هذه الشبكات على ما نتكلم عن نيتورك وكيف راح ننقيس أداء هذه الشبكة كيف نعرف أن هذه الشبكة تأدي وظيفتها بشكل جيد أو لا إذا تذكرون بالمحاضرة الماضية تكلمنا عن Data Communication عرفنا Data Communication وتعرفنا على Data Communication System وعرفنا أنه يتكون من 5 Components وهذه ال Components هي عبارة عن Hardware و Software Components اليوم راح نشوف النيتوركس من يش تتكون وما هو تعريفه وأيضا راح نشوف أنه هذه النيتوركية عبارة عن Hardware و Software Components إذا تابعوا معامل الكتاب فمحاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله الفقرة الثانية من Chapter 1 اللي هي تبدأ من الصفحة توقع يمكن صفحة 7 إلى صفحة 11 نهاية صفحة 11 فقط الفقرة الثانية اليوم ونحن نتكلم بهاي محاضرة المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الفقرة الثالثة اللي هي Network Types من Chapter 1 فبالإمكاننا نتابعوا معاي من الكتاب أو من الملف اللي رفعتكم مو على Class فنبدأ مع تعريف الشبكات تعريف ال-Networks نعم ما هو المقصود بال-Networks فممكن إنه نعرف ال-Networks هي عبارة is the interconnection of a set of devices capable of communication إذن في أبسط تعريف ممكن أن نعرف ال-Networks هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة هذه الأجهزة مرتبطة مع بعض وقادرة على الاتصال يعني أي جهاز في هذه الشبكة له القدرة على الاتصال ونقل البيانات مع أي جهاز آخر موجود في هذه الشبكة فإذن فإذن عملية ربط مجموعة من الأجهزة ستكون نيتورك طبعا هذه الأجهزة يجب أنه تكون قادرة على الاتصال وليس فقط أنه مرتبطة مع بعض الآن لو نجي نسأل سؤال ونقول هذه ال-Network لو أخذنا أصغر نيتورك ماذا قد تتوقعون من كم ديفايز تتكون هذه ال-Network أصغر نيتورك على كم ديفايز أقشي جهازين لازم نعم جيد فإذن ات منيوم لدي 2-Devices سيكونون ال-Network سيكون مع بعض ممكن أنه يعمل الشاريخ لانفرميشن بناتهم سيكونوا قادرين على الاتصال سيكونون هذه ال-Network فإذن المكون الرئيسي للشبكات هي ال-Devices الأجهزة هذه ال-Devices سنقسم إلى قسمين قسم نسمينه ال-Hosts وقسم نسمينه ال-Connecting Devices ال-Host عادة يكون في طرف الشبكة يعني في نهاية الشبكة هذه الأجهزة اللي دائما نحن ك-User كمستخدمين نتعامل معها هذه نسميها ال-Hosts من الأمثل على ال-Hosts هو ال-Computer ال-Laptop ال-Printer ال-Cellular Phone هذه كل هذا عبارة عن ال-Hosts ونلاحب أنه تكون في طرف الشبكة النوع الآخر من الأجهزة هي ال-Connecting Devices هذه تكون في قلب الشبكة ممكن تكون في الوسط هذه الأجهزة هي اللي راح تعمل على ربط ال-Hosts مع بعض مثل ال-Router ال-Switch فإذن راح تنظم عملية ال- الاتصال عملية الارتباه مع بعض لهذه الأجهزة من اللي يعمل ال-Controlling لكيفية اقتباط هذه الأجهزة مع بعض هي ال-Connecting Devices فمدلنا ال-Router نحن نستطيع أن تطلب ال-Router أنه نربط شبكة ماتنا بشبكة الإنترنت بأي شبكة أخرى يعني لو كان عندي شبكتين وأريد أربطهم مع بعض راح تاج إلى راوتر حتى يربط ذلك الشبكتين فإذن هو Connecting Devices ال-Switch لو كان عندي مجموعة من الحاسبات أو لابتوبات وأريد أربطهم مع بعض ممكن نستخدم ال-Switch فإذن هو عبارة عن Connecting Devices وإن شاء الله راح نجي نتكلم بتقاصيل أكثر حول الأجهزة حول ال-Devices راح نأخذ محاضرة كاملة نتكلم فيها عن أنواع ال-Devices ووظيفة كل ال-Devices ووظيفة كل ال-Devices ووظيفة كل ال-Devices ووظيفة كل ال-Devices ممكن أنه يستخدم في شبكات الحاسب أقوى أحد عندي سؤال طلاب إلى حروني الآن ننتقل إلى ال-Network Criteria طبعاً نحن يعني من نتكلم عن الشبكات وعرفنا الشبكات وعرفنا الشبكات وعرفنا الشبكات من أجل تتكون الآن لو نجي نريد نحن ننقيس أداء شبكة معينة ونريد نعرف هذه الشبكة هل تشتغل بشكل جيد لو هذه الشبكة الوظيفة التي تقوم بها غيب جيداً أداء الشبكات وهذه معايير تابته وشهورة جداً في الشبكات دائماً ننقيس معايير شبكة معينة حتى تشوف أداء هذه الشبكة نتكلم عن الشيء اسمه Performance Reliability و Security إذن هاي البطل من صلحات ومن خلاله ممكن أن ننقيس أداء ال-Network فرح نجي نشوف كل واحدة منهم أشط هو المقصود بهم نأتي في البداية عن ال-Performance لو نجي نعرف ال-Performance ال-Performance هو عبارة عن الأداء ونقول ال-Performance لهذا ال-System ال-Performance لهذه ال-Network معناته أداء هذه الشبكة وهذا ال-Performance رح يعتمد على عدة أوامل العامل الأول اللي هو ال-Number of Users عدد المستخدمين وهنا رح تكون عندي علاقة عكسية ما بين ال-Performance وما بين ال-Number of Users يعني أنه كلما ازداد عدد المستخدمين كلما أصبح هناك slow response time وبالتالي رح يقلل من أداء هذه الشبكة من كلنا اللاحظ يعني من خلال استخدامنا لشبكة الإنترنت لو كان عندي ملف وأحتاج أنه أعمله download فأجيت إلى هذا الملف ونطوله download في مثلاً وقت المغرب أو بعد الإشاء سيطول عندي وقت معين إلى أن ينزل هذا الملف لو نفس الملف جيتوا علينا بعد صلاة الفجر وعملت له download رح نشوف أنه الوقت رح يفرق رح يكون عندي download جداً سريع ونفس الملف ونفس الحجم ملت له download بوقت أقل بكثير من الوقت اللي استورقته وعملت التنزيل في وقت آخر السبب أنه في وقت الذروة وقت اللي كان عندي عدد الـ users اللي يستخدمون الشبكة كثير حصل بـ response time إداء الشبكة يقل عندي في وقت آخر بعد فجر عدد المستخدمين للشبكة قليل فنشوف أنه حصل زيادة بالـ performance لهذه الشبكة ونحن نلاحظه يعني من خلال نشوف download مثلاً مرق فعندي 1 ميجا بيت بير سيكن مرق فعندي 10 كيلو بيت بير سيكن سرعة download فإذاً هنا عدد المستخدمين رح يؤثر على إداء الشبكة هذا العامل الأول العامل الثاني اللي هو type of transmission medium إحنا هذه الشبكة مالتنا مثل ما تعرفون هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة مرتبطة مع بعض عن طريق transmission medium اللي هو الخطل النقل الوسط الناقل نسمينه نحن فهذا الوسط الناقل اللي رح ينقل معلومات نوعه رح يؤثر على أداء الشبكة فلو كان عندي شبكة جزيتها مرتبطة ب fiber optic cabling رح تفرغ عن شبكة أخرى مرتبطة بمثلا UTP cable اللي هو وطاق وطاق نقوم بمثلا أخرى نقوم بمثلا فلو كانت مرتبطة تفرغ عن طريق أو تفرغ عن شبكة ونحن نأخذ الوائر و الوائرلس ونحن نتكلم عن بالوائر عن UTP و STP نتكلم عن Fiber Artificial Coaxier Cable ونحن نتكلم عن النوع Transmission Medium اللي من نوع الوائرلس العامل الثالث اللي هو Capabilities of the Connected Hardware قابلية الهاردبير اللي للأجهزة اللي موجودة داخل الشبكة فأيضاً رح تؤثر على Speed و Capacity of the Transmission سرعة و حجم النقل أكيد احنا الهاردبير جداً مهمة فلما تقول عندي الأجهزة و الهاردبير جيدة رح يؤدي بالتالي إلى تحسين من أداء الشبكة و كذلك الإفشينسي of the Software فإذاً الهاردبير components والسوفتوير للشبكة لها علاقة مع performance الصوفتوير يعمل Processable Data at the Sender and Receiver and Intermediate FX Network فإذاً الصوفتوير أيضاً له دوت جداً كبير يعني احنا مثلاً بالحاسبات نقول عندي حاسبة أنا بنصب عليها Windows 10 اختلف عن حاسبة بنصب بها Windows XP و عندي فرق من ناحية Processing Time و نفس الحالة بالهاردبير من يكون عندي أنا حاسبة بمواصفات عالية مثلاً TOR i7 تفلق عن حاسبة بمواصفات مثلاً New TOR هذا أشمل الفرق بينهم هو الهاردبير فإذا نداء الشبكة راح يعتمد على الهاردبير الهاردبير Efficiency الجهزة اللي ترقبط داخل هذه الشبكة مثلاً عندي مواصفات بالحاسبات أيضاً أنا عندي مواصفات للسويتيز للراوترز حتى هي نفس الحاسبة ما ترقبط بالشبكة راح تكون جزء من كعامل من عوامل التأثير على أداء الشبكة إذا كانت الحاسبة بمواصفات عالية راح تعمل Processing عالي وبالتالي راح يكون أداء الشبكة أفضل هذا كلامنا كلته كان عن performance اللي هو العام الأول اللي نحدد بينه أداء الشبكة لو نشوف أنه هذا performance احنا عرفنا ما هي العوامل اللي تؤثر على أداء الشبكة طيب كيف ننقيس هذا performance هل أكو عندي مقاييس نعتمد أن نحن بال نيتوركس اللي قياسة performance الجواب نعم أكو عندي مقياسين المقياس الأول نسميه من المقياس من 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 انه لاحظه واللي يمطيني معنا هذا الاثرابوت احد عندك فكرة استعد الاشارة الواي فاي اي اشي انعرف الاثرابوت يعني اذا عبد شامل ملموس يعرف لالاثرابوت احنا يعني ممكن نعرف الاثرابوت نقول هي كمية البيانات الحقيقية التي تنتقل عبر الشبكة تسميها الـ Throughput فأين نلاحظوا هذا الـ Throughput أستاذ مثلاً من نعمل Pink عندنا لوز مثلاً بالإشارة بين الحاسبة والسيرور نعم الـ Pink يعني راح يقيس لي خلينا نقول الـ Connectivity لـ Connectivity لهذه الشبكة أنا إذا أريد أشوف الـ Throughput يعني كلتنا من نعمة Download نشوف أنه الـ Speed Test أشقد تظهر عندي مثلاً بالفعل Speed Test مثلاً حسب الـ Performance لهذه الشبكة أشقد مثلاً تظهر أن تكمل السرعة أشقد تظهر عندك مثلاً Speed Test من تعمل تست بالسرعة في الإنترنت أستاذ عندي خطة أدمن فتقر عندي 15-18 ميجا نعم فخلينا نأخذ مثلاً 15 ميجا بيت بير ساكت يقل لك أنت كمية البيانات الحقيقية لأتنتقل أبرد الشبكة هي 15 ميجا بيت بير ساكت بينما لو تجي إلى الـ Medium لهذه الشبكة ستشوف أنه هذا الـ Medium ينقل لي إلى حد مثلاً 1 جيجا بيت بير ساكت طيب ليش معدل النقل 15 ميجا بيت بير ساكت ونحن شبكة ماتنا تستطيع النقل لحد 1 جيجا بيت بير ساكت إذا هون ينطيني كمية الدات الحقيقية التي ستنتقل أبرد الشبكة هذه نسميها الـ True-Boot نفس الشيء أيضاً من نعمة الـ Download من نعمة الـ Download سنطيني كمية الدات الحقيقية التي ستنتقل أبرد الشبكة بينما الـ Medium الذي يربط هذا الجهاز مع الشبكة ينقل مثلاً 1 جيجا أو 2 جيجا بيت بير ساكت بينما الدات الحقيقية التي ستنتقل أبرد الشبكة ستكون أقل بكثير من الباندوث الحالي الحقيقي التي ستنتقل بين البيانات داخل الشبكة فهذا هذه نسميها الـ True-Boot فكلما كانت هذه القيمة أعلى كلما نقول أنه سيكون لدي سرعة أكثر لنقل البيانات وبالتالي ستكون لديه أفضل فإذاً علاقة طردية ما بين الـ True-Boot وما بين الـ Performance المقياس الثاني هو الـ Delay الـ Delay في هذه العلاقة العكسية ما بين الـ Delay وما بين الـ Performance كلما كان الـ Delay أقل كلما كان الـ Performance أفضل لهذه الشبكة فإذاً هذوي المقياسين نحن ممكن من خلال انقيس أداء الشبكة أكو سؤال إلي حدونا نطلع الآن ننتقل إلى العامل الآخر اللي هو الـ Reliability الـ Reliability نقصد به الـ الوثوقية ما هو مدى وثقية الشبكة وهذه الـ الوثوقية ممكن أنه نقيسة من خلال الـ Frequency of Filler يعني نحن نجحن نشوف الشبكة مالتنا ما قد يحصل بها Filler يعني تتوقف عن العمل يعني كنا نشترك نحن مع مجهزين خدمة خدمة الـ Internet ونشوفه يكون فرق بين مجهز خدمة ومجهز خدمة آخر بعض المجهزين خدمة كل كميام ونقطع الـ Internet صار عندي عطل بالأجهزة صار عندي خلل معين فيحصل عندنا Frequency of Filler يعني تكرار كثير للخطأ أو للعطل داخل الشبكة هذه نعتبرها يعني الشبكة غير موثوقة الـ Reliability مات قليل أيضا العامل الثاني اللي هو الـ Recovery Time of a Network after a Filler طيب نحن نصار عنده هذا الفيلر بعض المجهزين من خدمة يطول يوم كامل ما عنده خدمة إنترنت ولا تبدل جهاز معين مجهز خدمة آخر استطاع أن يتدارك الأمر بأسرع وقت ورجع الشبكة واشتغلت عندي الشبكة فإذا هذا قوي علينا من الشخص الآخر اللي راح يتأخر كثيرا في معالجة هذا الفيلر أيضا الـ Networks رابستنس in a disaster protect by good backup network system طبعا هوني يعني عندما يحصل يعني عطل مفاجئ للشبكة نحن نسمين هون الـ Disaster اللي هو فرضا تعرض شبكة إلى فد شيء معين أدى إلى عمل الـ Sheltdown لهذه الشبكة فإذا هوني أنا أول شيء شبكة مالتي لازم أعمل protection للـ Data وحماية للـ Data اللي موجودة مثلا ممكن يحصل عندي عطل مثلا في الـ Server وكل البيانات تقسم في هذا الـ Server فإذا أنا يجب أن يكون عندي مثلا هارد إضافي مخزونة بين المعلومات أقدر أعمل Backup لهذه البيانات بحيث أنه ما أفقد هذه البيانات لو حصل عندي خلل في الـ Server أو في الـ Hard اللي مخزونة بين المعلومات داخل هذا الـ Server فنحن دائما هنا نأخذ بنظر الاعتبار بالشبكات إذا نجد نشوف الـ Server راح نلاحظ أنه يتكون من مجموعة كبيرة من الـ Hearts والبيانات يتنخذن في أكثر من المكان حتى إذا حصل عندي Filler ما يؤثر على هذه البيانات وممكن أعمل Backup بهذه الـ Data فإذا أنا إذا كانت هذه العوامل موجودة نقول أنه هذه الشبكة هي Reliable موثوقة بينما لو ما كان عندي Backup والبيانات فقدت للمستخدمين فأكيد هذه راح نقول عليها هي Non Reliable Nature فإذا هذا هو العامل الثاني اللي ممكن أن يكسبينه أداء الشبكة العامل الآخر اللي هو Security هو Security جدا مهم أنا عندما أرتبط بالشبكة وأربط حاسبتي حاسبتي بها بيانات فإذا أحتاج أنه أعمل Security لهذه الشبكة حتى أول شيء أعمل منع الأشخاص الغير مرخصين من الدخول إلى الشبكة ما نسميه نحن ال Unauthorized Access Protect Data from Damage عن Development أنا يجب أنه أضعفة Security معين أعمل حماية للداتا اللي هتنتقل أبرد الشبكة بحيث أنه ما يحصل بهالدامج ممكن شخص يدخل إلى الشبكة ويحاول يغير بهذه البيانات فإذا أنه أنا أمنع أنه يحصل تغيير Development لهذه الداتا فممكن أنه يعني إيه نحن نصمم هذه الشبكة نضع مجموعة من Policies Procedures حتى نعمل Recovery ونمنع أنه يحصل أي Loss لهذه الداتا من يقدر ينطيني يعني واحدة من الوسائل المستخدمة للSecurity في الشبكات ستعد رمز الWi-Fi ورمز الشبكة رمز الشبكة رمز الشبكة نعم ريم عشقين ستعد الPassword نعم بعد الFirewall نعم جيد الFirewall بعض من وسائل السيكوريتي أشكوا أدنى بعض مثلاً نستخدم مثلاً نستخدم الAntivirus ممكن نستخدم الAntivirus في الأجهزة الموجودة داخل الشبكة مثلاً نمنع ممكن نستخدم الVPN فإذاً هذه يعني Praxis Server يوجد كثير من الوسائل نحن يعني نعمل معها بالشبكات لغرض توفير السيكوريتي للData اللي هتنتقل عبر هذه الشبكة الآن ننتقل إلى Physical Structures نحن قلنا أنه الشبكة عبارة عن مجموعة من الأجهزة هذه الأجهزة مرتبطة مع بعض الآن نجي إلى هذه الأجهزة كيف رح ترتبط مع بعض يعني نسمي نحن Physical Structures كيف رح ترتبط هذه الأجهزة فيزيوياً كيف رح ترتبط مع بعض ثوني حتى نفهم هذا المصطرح رح نأتي إلى نفرق ما بين الNetwork وما بين ال Link فعندي أنواع الConnection الNetwork مثل ما ذكرنا هي عبارة عن two or more devices connected through links فإذن عندي جهازين أو أكثر منتقيم مع بعض هذا الترانسميشن ميديوم اللي رح يربط نظر إلى الأجهزة نسمينه ال Link فال Link اللي هو communication pathway that transfer data from one device to another إذن ال Link هو عبارة عن المسار اللي تنتقل بين البيانات حتى تنتقل هذه البيانات من جهاز إلى جهاز آخر آخر two devices must be connected in some way to the same link at the same time طبعا هوني كيف رح تتضبط هذه الأجهزة مع بعض هح يكون عندي نوعي من ارتباط الأجهزة إما ال Point to Point وإما نوع الملتي Point فاس إلا إلا حنالي نشوف إحنا إشنا هو المقصود بال Point to Point Link والملتي Point Link ال Link لو نأتي إلى النوع الأول اللي هو ال Point to Point ال Point to Point إلا مثل ما نلاحظ أمامنا بهذا الفيقر لدينا ما هذه ال Station Station 1 و Station 2 وبين آتهم أكو هذا ال Link فمن خواص هذا من الربط أوش ينطينا ال Link between two devices يعني هذلي two devices راح يكون عنكم بناتم Link هذا ال Link هو مخصص فقط لنقل ال Data ما بين هذلي two devices يعني ما أكو عندي device آخر ممكن أنه يشارك معاك لنقل بينات عبر هذا ال Link فسيبين نحن Dedicated يعني محجوز فقط لذول two stations محجوز فقط the intercapacity of the Link is saved for transmission between these two devices إلا راح تكون ال Capacity بان مثل هذا ال Link هي فقط راح يعني تستغل من قبل the two stations و ويستخدمة سوايلة كابل هدا لنك عبارة عن ويرل أو أي نوع من أنواع الكابل مثل الـ Cable مثل الـ Quarcer Cable مثل الـ Twisted Pair Cable مثل الـ Fiber of Tick أو حتى ممكن أنه يكون ويرلس إذا نشوف هذا المثال الـ Two Dish Antinus مرتبطين مع بعض باللنك يسمينا نحن هذا الـ Wireless Point-to-Point link أيضًا فقط لـ Two Devices هما يستخدمون هذا اللينك لنقل الداتا بناكم فممكن يكون عندي Microwave أو Satellite هذا نوع آخر من النواع ال Point-to-Point Links ومن الأمثل أيضًا الTelevision Remote Control هذا ال Remote Control للتلفزيون أيضًا أيضًا يولد IR signal ما بين هذا ال Remote Control وما بين التلفزيون أيضًا هذا أيضًا يعتبر Point-to-Point Link أقل سؤال كلا؟ عفظًا أستاذ أستاذ هوني Microwave إيش يقصد بينه؟ Microwave إذا نجي نلاحظ إحنا في الأبراج مزوجين خدمة الانترنت أو أبراج الاتصالات إذا كنلاحظت يقوم مثل ال Dish antenna على البرج كنلاحظت هذا الشيء؟ أي استاذ هذا ال Dish هو عبارة عن نسمي نحن ال Microwave Link سيكون موجه إلى برج آخر منصوب علينا أيضًا Dish antenna فذولي ال Dish antenna سيكونون يعني Line of Site تسميه نحن موجهين واحد مقابل الآخر ستنتقل الإشارة من البرج الأول إلى البرج الثاني عن طريق هذا ال Dish antenna فإذا نجي نلاحظ دائمًا بأبراج الاتصالات وأبراج الشبكات نلاحظة يكون عندنا معين من الهوائيات يكون عندي هذا ال Dish antenna ويكون عندي هذا ما نسمي نحن ال Sector اللي هو مثل استوانة أو هاك الشيء يعني إذا كنلاحظتم أنتم على الأبراج فهذا ال Dish antenna هو نسمي نحن راح يعمل لي Macrowave Link يعني استخدم الإشارات الراديوية لنقل الإشارة من البرج إلى البرج الآخر منتصل هذه الإشارة إلى هذا البرج أنا عندي مستخدمين حول هذا البرج أريد أوصلني من الإشارة فراح تصلم هذه الإشارة عن طريق النوع الآخر من الهوائيات اللي هو السمي نحن السكتر وذلك يعني اللي هو من نوع الاستوانة شبه الاستوانة فذاك راح تثلي في كل الاتجاهات الإشارة حتى تصل إلى كل المستخدمين اللي موجودين حول هذا البرج فهذا هو المقصود بالMicrowave Link نعم أستاذ نعم الآن لو ننتقل إلى النوع الآخر من ال Link's اللي هو Multi Point هو يسمى بال Multi Drop من قسمه Multi Point يعني ممكن يكون عندي أكثر من جهازين راح يشاركهم بال Link 1 ومثل ما عندنا نجي نلاحظ هذا الفيغر اللي موجود أمامنا عندنا هذا ال Link راح نلاحظ أنه عندي هذا ال Main Frame وعندي هاي ال Station من بذلك ال stainless هاي الشاركون كلهم في ال Link 1 بالنسبة ل Point 2 كان لأ فقط 2 دفاعز هاي شاركون بالنسبة لفي هذا ال Link فاذلا هنا الكبار سنلاحظ شاركون شاركون بياناتهم ال Capacity هنا سيقوم بياناتهم حتى انقلون بياناتهم يعني ال Bandwidth مثلا مثلا لهذا ال Link راح يتم تقسيمه إلى ذول الأجهزة بحيث أن كل واحد منهم راح يأخذ جزء من هذا الباندود حتى ينقل البيانات مارتو عبر هذا اللينك فمبدأ الشيرينج ممكن يكون عندي Special أو temporary sharing الSpecial shared إذا كانت كل الأجهزة يريدوني ينقلون بيانات من نفس الوقت أنا راح أجي أجزء هذا هذا اللينك إلى مثلا لو كان عندي هنا أربع الأجهزة راح أقسمه مثلا إلى مثلا لو كان 100 ميجا بيت per second راح أخليه مثلا بكل جهاز 25 ميجا بيت per second ينقل بياناته هذا اللينك فإذا نقسم هذا الباندود على الأجهزة أو ممكن نستخدم time share يعني راح أخصص وقت لكل جهاز حتى ينقل بياناته عبر الشبكة وممكن يستغل الباندود بشكل كامل لهذا اللينك في الوقت المحدد اللي هو فأجي أعمل مثل التايمر نطلق الوقت مثلا أول شيء mainframe إذا كان عنده بيانات راح تستغل الباندود بشكل كامل لنقل البيانات بقيت إلى أجهزة ما راح تقدر ترسل تنظر إلى أن يخص التايمر من mainframe يجي الستيشن الأولى التايمر عليهم واحتنقل بياناته وهكذا فإذا نسمينا الTIME share فإما نشير الاندود نفسه أو نعمل شير الوقت وكل واحد من عندهم يستخدم الوقت المنخصص اللي هو حتى ينقل بياناته آخر سؤال طلاب إلى أحد هوني عشان الله والله حسنا الآن ننتقل إلى الـ Physical Topology راح نجي نشوف نحن مثل ما ذكرنا أنه الشبكة هي راح تتكون من مجموعة من الأجهزة هذه الأجهزة مرتبطة مع بعض طيب كيف راح ترتبط هذه الأجهزة مع بعض هوني طريقة ارتباط هذه الأجهزة راح نسميها نحن بالـ Physical Topology يعني الطباغرافية الشبكة الفيزيائية كيف راح The way a network is laid out physically يعني كيف هذه الأجهزة راح ترتبط مع بعض يعني أنا مثلا لو كان عندي ثلاث أجهزة أريد أربطهم فييجي شخص يقولي أنا راح أربط الجهاز الأول مع الجهاز الثاني والجهاز الأول مع الثالث وهكذا بالنسبة للجهاز الثاني أربطه مع الأول والثاني كل جهاز أربطه مع الجهازين الأخر شخص آخر يقولي أنا أجيب الـ Switch وأربط غير ثلاث أجهزة بالـ Switch وصاب ارتباط بيناتهم فإذا أنا ممكن أن يكون عندي أكثر من طريقة لغبط هذه الأجهزة مع بعض هذه نسميها Physical Topology فـ Physical Topology تكون باستخدام يعني راح يكون عندي two or more links for my topology أشغل تتكون عندي هذه الـ Topology لما يكون عندي two links أو أكثر لأنه لو كان عندي link واحد يعني معنات عندي two devices جهازين ثم أكيد راح 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 يكون عندي أكثر من طريقة لربط هذه الجهازين هو عندي link واحد و جهازين بينما لو كان عندي أكثر من link لا هون راح يكون شيء ممكن أنه راح يكون عندي أكثر من نوع من هذه Topology من هذه طبغرافية هذه الشبكة فإذا Topology الممكن نعرف of a network is the geometric representation اللي هو التمثيل لهذه الأجزاء of the relationship of all the links and linking devices to one another فإذا الطبغرافية هذه الشبكة تمثيل هذه الأجزاء العلاقة بين هذه الأجزاء هي اللي راح تكون ما يسمى Topology أنواع Topologies راح ناخذ أربع أنواع من Topologies اللي ممكن أنه يعني تستخدم في الشبكات عندنا Mesh Topology Star Topology Bust Topology و Ring Topology راح نشوف هنا كل واحدة من هذه Topologies عشنا هو المقصود بها و ما هي فوائد ومضار هذه Topology لنقارن مع النوع الآخر فنأتي في البداية على إذا نلاحظ هذا الفيقر هو راح يوضح لهذه Topologies هذه نوع Topologies اللي راح نتكلم عنها فنأتي بالبداية مع المesh Topology المesh 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 كل جهاز سوف ارتبط بلنك مع الأجهزة الأربعة لبقية شبكة لو ظهو رقمناраф بأعلى متى نوما ينحنye yr على sprechen واحد سوف ارتبط بلنك مع الجهاز الثاني لنك آخر مع الجهاز الثالث لنك مع الجهاز الرابع ويلنك مع الجهاز الخامس ومن فى فلنا ourselves نجMüzikP إلى الجهاز الثانى سوف ارتبط مع كل بقية الأجهزة اللي موجودة في الشبكة فهذي كم ونشي اسمه مش ولهذا سميه مش تيطولوجي لانه كل الجهاز راح يختبط بـ Point to Point Link مع بقية الأجهزة أكيد طبعا هوني من راح يكون عندي Point to Point Link فيعني راح يكون هذا اللينك هو مخصص فقط لنقل بيانات ما بين هذول الـ Two Devices ولهذا نحن سميناها Dedicated يعني هذا اللينك هو فقط محجوز لنقل بيانات ما بين هذول الجهازين هذي الشبكة لو اردنا انه نحسب شقد نحتاج عدد الـ Links وكم بورت نحتاج في كل جهاز حتى نستطيع انه نربط شبكة من نوع Mesh Topology ولو كان على سبيل المثال انا كان عندي End Device يعني عدد الأجهزة نعتبره End فحتى نحسب عدد الـ Links اللي مطلوبة راح يكون عندي هذا القانون نستخدمه End في End ناقص واحد على اثنين هنا من خلال هذا القانون انا راح اقدر اعرف هذه الشبكة تحتاج الى كم Link عدد الـ Physical Links لهذه الشبكة من خلال هذا القانون وفي كل جهاز راح احتاج الى اكثر من بورت عدد الـ Ports لانه هذا الـ Link من يخرج من هذا الجهاز اكيد راح يخرج عن طريق بورت فحتى اعرف لكل جهاز اشقد احتاج عدد من الـ Ports راح اطبق القانون الثاني اللي هو الـ End ناقص واحد يعني مثلا لو كان عندي شبكة كو من 10 اجهزة فانا احتاج الى 9 بورتات لكل جهاز حتى يستطيع انه يرتبط ببقية الأجهزة كلتها في Topology من نوع Mesh اكو احد عندي سؤال الى احد هوني استاذ يعني الـ End هوني اش يتمثل؟ الـ End هو عدد الاجهزة يعني احنا ناخذ بشكل عام يعني مثلا حاليا بهاي الفيجرة اللي مودود امامنا كم جهاز عندنا هوني؟ 6 اجيزا أستاذ 6 يعني معاناته ممكن انه تبرد N يساوينا 6 فما نجي نحسب الـ Physical Links راح اقول هوني اذا نجي نحسب كم لينك عندي خم انا قد احسب لينك واحد واحد احسب الناكد يعني حقوم طريقة صعبة فاجي لهذا القانون اقول 6 في 6 ناقص واحد على اثنين هاش قد راح اطلع عندي الرقم؟ 15 نعم اللي هو يعني ستة في خمسة على اثنين ثلاثة على اثنين خمستاش فلو اجي فعلا معد هاي اللينك راح اشوف انه عندي انا خمستعش لينك فمباشرة اقدر احسب عدد الـ Next من خلال هذا القانون كل جهاز هوني احتاج الى بسا حاليا اقدر البورت واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فهي الناقص واحد لكل جهاز مفروض يكون بينه 5 بورت وهذا البورت يعني نحن نعبده بالشبكات يعني من يكون عندي مثلا انا عدد استخدام حاليا هذا احنا نسميه RJ45 اللي هو الكنكتر الخاص بربط الجهاز بالشبكة هذا ممكن نحن نسميه بورت فلازم احتاج الى خمسة من الناقص حتى استطيع ان اربط هذا الجهاز ببقية الاجهزة اللي موجودين ضمن هذه الشبكة وخدت انتما مخلقوا واحدة باسمين؟ نعم رفل عدك سؤال انا خليس رفان اتقسم شي بالجهاز نعم بجعني بسي مايتمان اتكي رفل نعم نعم مفهوم الطلاب هذي المش؟ عشو نحسب عدد البورتس وعدد اللينكس؟ نعم أستاذ نفهوم إذا نجي اللاحظانك العطانة في المثال هاي الشبكات تتوى من أجهزة حتى نجي نحسب عدد اللينكس سوف نقول إن في إن ناقص واحد على اثنين فراح يكون ننبر أوفلين ساهم ثمانية في ثمانية ناقص واحد على اثنين فراح يكون عندي ثمانية وعشرين لينك طبعا هي هوني حمسة يعني بس هو عياقب لو كان لدينا شبكة تتكون من ثمان أجهزة فعدد البورتس هو ثمانية ناقص واحد ورح يكون عندي سبعة لكل جهاز لو وردنا نحسب عدد البورتس لكل الأجهزة ورح يقول عندي لكل جهاز هو عندي سبع بورتات فراح قد راح يكون عندي البورتس لكل بولو الى الغرارات والساد في مثلا عندي بورتس expands تتكلم의 موضوعات ومعنموا يأتي الدرس سبعة وشيئة تتكلمون نعم أكد بعد إجابة أخرى من بعد جاوبنا؟ إستانت البورت للجهاز الواحد أو للشبكة كلها ودد؟ لا للشبكة كلها بالكامل عدد البورت شبكة سبعة حكم يقول سبعة هي سبعة للجهاز الواحد فقط أنا إذا أغير كل الأجهزة أستاذ لازم سبعة في ثمانية أستاذ غير على مد طلع البورت أجل 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 جيد مصطفى ستة وخمسة نعم لازم تجندي إحنا كل الجهاز هو سبعة سبعة بورت بعني ثمانة جزاق وسبعة ثمانية الآن لو نجي ننتقل إلى ما هي الأدفانتيجز والدس أدفانتيج لهذه الطيبولوجي فراح يشوف أنه من الأدفانتيجز يعني ميزات هذه الطيبولوجي أنه يعني ما سيكون عندي مشكلة بالترافك لأنه مثل ما قلنا عيد لينكس طلع عبارة عن باينتو باينتو لينكس فأي ديفايس يقدر يرتبط أو ينقل بيانات إلى الديفايس الآخر رح يكون عنده لينك خاص مع هذا الديفايس وراح ينقل بياناته ما رح يكون عنده مشكلة منها حيث نقل لترافك الميشتبولوجي ايضا سيكون بيها يعني نعتبره نوع من المثانة لأنه توفر لهك يعني point-to-point لينكس مع كل الأجهزة بها نوع من البرايفاسي والسيكوريتي هوني عندي الدياتا منها تنتقل يعني بين 2 ديفايس فقط فهذه ما رح تمر بغير أجهزة ولهذا رح تنطيني نوع من السيكوريتي الفوض ايدنتفيكيشن والفوض ايزوليشن ما يحصل عندي خطأ في التعريف الايدنتفيكيشن في الايزوليشن العزل لأنه هي كل جهاز يحتبط بشكل مباشر مع الجهاز الآخر فهذا يمكن نعتبره نحنا من الفوائد أو ميزات الميش topology لكن هذه topology أيضا ضيم أكو بيها disadvantage وكو بيها مساوئ ما هي هذه المساوئ؟ أول شي عندي الinstallation والreconnection are difficult يعني عملية تنصيب هكذا نوع من الشبكات رح يكون جدا يعني صعب لأنه رح تكون عندي يعني عدد كبير من الوايرات وأحتاج أنه كل جهاز أربطه لازم أعبقية الهجزة كله بشكل كامل وإذا مستقبلا نقصت جهاز آخر رح لازم أضيف port جديد لكل جهاز وأرجع أضيف لينك لهذا الجهاز مع بقية الأجهزة فهذه عملية تنصيب هكذا نوع من الشبكات رح يعتبر شوية نوعها صعب وإذا غيرت موقع الجهاز معين أيضا مثلا أحتاج إحتمال إلى أنا وغير اللينك سكلته إذا كانت المسافة شوية أبعد ممكن طول هذا اللينك ما يصل فأحتاج إلى اللينك بطول أكبر فهون رح يكون عندي صعوبة في الـ أيضا الـ طبعا رح يعني حجم هذه الوايرات رح يكون كبير جدا فحتى ممكن تريد كابل الخاص بهذه الكابلات ما رح يسعب لهكذا حجم من الكابلات رح يكون عندي عدد كبير من الكابلينك عدد كبير من الكابلز وأحتاج إلى البورتز عدد أيضا كبير من البورتز لكل جهاز رح يكون بينه يعني N-1 من البورتز والهاردوير ويسعب لكل جهاز ويسعب لكل جهاز أيضا هذا رح يكون على حساب التكلفة يعني أنا عندما إذا أحتاج أنه أربط هذه الشبكة مثلا لو كان عندي 8 أجهزة فأحتاج مثلا لو كانت هذه 8 حاسبات ففي كل حاسبة لازم من أشتريها أحسب حساب أنه بيها 7 قورتات من نوع مثلا RJ45 أو من نوع شاشة رح أربط هذه الشبكة فرح يكون على حساب التكلفة من أجل أنه أطلب حاسبة بهذه المواصفات رح يكون على حساب المبلغ رح يكون أكبر فإذاً هذه رح تكونه عما expensive فإذاً ممكن أنه يعني أن تشوف أنه الميش تبولوجي دائماً ممكن أنه تستخدم مع الشبكات الصغيرة أو ما يسمى الباكبون الباكبون اللي هو قلب الشبكة مالتنا أو العمود الفقري للشبكة نسميه نحن الباكبون اللي هي مثلا أنا عندي مثلاً عندي راوترين وسويتشين هذالي هي المسؤولين عن توصيل بشبكة الانترنت فذالي الراوترين مع السويتشين أنا ممكن أربطهم مع بعض بميش تبولوجي ما رح يكون عندي مشكلة لأنه عددهم قليل بينما لو كان عند الشبكة تتكوى من 20 يوزر 30 يوزر 50 يوزر من المستحيل أنه أقدر أربط ذالي المستخدمين كلتهم بطريقة الميش تبولوجي ولهذا قلنا هي الميش تبولوجي بطريقة الميش تبولوجي يعني للشبكات الصغيرة أو للأجهزة لو كان عندي عدد قليل محدد من الأجهزة ممكن نستخدم بينما هذه التوبولوجي مفهوم طلاب هذه الميش تبولوجيك أحد عنده سؤال عليها؟ وهذا حسطب الآن ننتقل إلى النوع الآخر من التوبولوجيك اللي هي الستار توبولوجي واللي حالياً نحن يعني كثيراً ما نستخدم هذه التوبولوجي هذه التوبولوجي عبارة عن سويتش أو هاب وهذا السويتش أو الهاب هو اللي راح يربط كل الديفازيز اللي موجدين بالشبكة راح يطبطون عن طريق هذا السويتش أو الهاب فإذاً هنا راح يكون عندي أيضاً ديكيتد point to point to a central controller اللي هو هاب هوني راح يكون عندي point to point link ما بين كل ديفايز مع الهاب يعني ما راح يرتبط ديفايز مع ديفايز آخر بشكل مباشر راح يرتبطون مع بعض عن طريق هاب أنا كل الديز راح أربطهم بالهاب وهذا الهاب هو عبارة عن مثل نحن نمثل مثل البدالة مثلاً جيت البيانات من ديفايز معين راح ينتقل إلى ديفايز الآخر فراح يعمل connection بين هذا الديفايز والديفايز الثاني حتى تنتقل البيانات بين ديفايز بين ديفايز أيضاً لو نجي نشوف ما هي الفوائد والمضارد لهذه التوبولوجي الأدبانتج أنه راح تكون هي ليست expensive إذا نقارن مع الميش توبولوجي راح تكون يعني أرخص ثمناً لأنه أنا أحتاج فقط إلى ون لينك زائد ون بوت في الديفايز أنا منصر عندي سويتش أو هاب كل ديفايز راح تاج له لينك واحد و بوت واحد بس أربطه بالهب أو بالسويتش هذا وارتبط هذا الجهاز بالشبكة أيضاً عملت يعني تنصيب هذه الشبكة وإعادة تحيئتها مرة ثانية إذا غيرت موقع الجهاز معين ما راح تكون عندي يعني أواجه الصعودة بتنصيب أو إذا غيرت من مواقع الأجهزة لأنه فقط عندي لينك هذا اللينك اللي راح تبط بهذا الجهاز مع الاسويتش فقط أغيره و تنتهي عندي المشكلة less cabling أيضاً يعني cables راح يكون عندي أقل بكثير من المشكلة و و الـ ايضاً إذا أنا يعني أرادت أنه أضيف جهاز أو أغير موقع الجهاز أو ألغي الجهاز من الشبكة فراح تكون يعني جداً سهلة فقط هذا اللينك الشبكة بين هذا الجهاز والسويتش ممكن أنه ألغينه أو ممكن أضيف يعني لينك آخر أو ممكن أغير موقع هذا الجهاز ما راح يكون عندي تأثير لباقي الأجهزة و أيضاً و أيضاً تطني نوع من الـ نوع من المتانة يعني مثلاً إذا حصل عندي فعل أطل لي واحد من الأجهزة ما راح يأثير عندي على بقية الأجهزة فراح تبقى الشبكة شغالة إذا كان واحد من الأجهزة حصل بينه كبير و أيضاً أيضاً يعني عملية تعريف هذه الأجهزة و تصل هذه الأجهزة راح يكون سهل ما يعني يحصل عندي خطأ في عملية الـ أو في الـ و أيضاً هذه هي الـ طبعاً نحن حالياً يعني كثيراً ما نستخدم هذا نوع من الـ يعني لو كان عندي مثلاً مختبر وبينه حاسبات و أريد أربطها مع بعض راح أستخدم الـ ما هي الـ ما هي الـ تكون عندي اللي هي أول شيء الـ هنا المشكلة اللي راح تواجهني أنه لو حصل عطل لهذا الـ أو الـ ما راح يحصل الشبكة كلها راح تقوم في السابق فإذاً إذا هذا الـ حصل بينه أي فعلر وقف لي الشبكة كلها بشكل كامل فهذه نعتبرها من الـ disadvantage للـ start topology وكذلك إذا راح نجي ناخد الـ ring topology إذا نقارنه مع الـ ring topology راح نشوف أنه الـ cabling لهذه topology راح تكون أكثر من النوع الآخر اللي هو الـ ring أو topology فهذه تعتبر من الـ disadvantage للـ start topology آآ هاي الـ topology دائماً نستخدمها بشبكات اللان اللان اللي هي متصل للـ local area networks مثل ما قلت لكم في مختبر آآ يعني إن شاء الله إذا صار عندنا وقت و آآ من الزيارة لمختبر الشبكات مختبر الأكاديمية السيسكو في الكلية راح شوفكم كيف هذا المختبر بين مجموعة من الأجهزة كيف مرتبطة مع بعض عن طريقة الـ switch وهذه هي نسمينا حي الشبكات اللان هناك أحد عندنا سؤال طلاب حول هذه topology واضحة واضحة أستاذ الآن ننتقل إلى النوع الثالث اللي هو بالبص 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 البص اللي هو wanna Erm المتلى بالمت lagi بن象 بالنوع نوع النوع هن cuc نوع المنط المنط الن jump ثم نait بالنبسبة وان اللي kommer نحن ال Backbone Cable كابل رئيسي و نحن نسميه Tabs مآخذ لأجهزة ممكن ترتبط لهذا ال Backbone Cable عن طيب هذا المآخذ مثل ما أمثلك عندي هنا بوليم الماء رئيسي و عندي هنا مثل الحنفيات فرح كل واحدة من هذه ال Tabs الحنفيات رح تنطي خط لهذا الماء مثلا بيت معين أو يعني تقسيم فنفس الحالة عندي كأنه هذا ال Cable الرئيسي و سيخرج منه تفرعات فهذا نسميه هنا Multi-Find و يسمى بال Backbone طبعا هذا الماء من ال Topologies يعني كان سابقا يستخدم يعني أول ما بدوا يستخدمون الشبكات و عندما أرادوا أنه يعني يربطون مجموعة من الاجهزة مع بعض داخل مختبر داخل مكتب داخل منزل كان سابقا يستخدمون هذه ال Topology اللي هي ال Post Topology طبعا هذا ال Backbone اللي كان يستخدم سابقا هو كان يستخدمون ال Coaxel في أبوب و يخبجون منه هاي الأفرع حتى يربطون هاي الأجزاء مع بعض ولهذا يقول يعني الشبكات اللانة القديمة كانوا تستخدم هذه ال Topology فإذا هذي يعني هون يسمى هذي ال Tab واللينك اللي راح يربط من هاي ال Tab إلى الجهاز يسمينه Drop Line هذا هو ال Drop Line وال Tab اللي هي مثل حنا فيك انه انديها لما أخذ من الكابل الرئيسي راح يكون ياخذ لي انطني إمكانيت انه أربط هذا الجهاز مع الكابل الرئيسي عن طريق هذا ال Tab و راح استخدم ال Drop معي طبعا هنا الإشارة يعني راح تلتقل عبر هذا ال Backbone Cable في كل الاتجاهين فممكن أنه يحصل عندي يعني تضيع عندي قسم ال Energy لهذه الإشارة عن طريق يعني ال Heat ممكن يحصل عندي يعني مشكلة بال Reflection لهذه الإشارة يحصل عندي نعكاس لأنه الإشارة تلتقى من النهاية الأولى إلى النهاية الثانية وترجع بالعكس وعن طريق ال Drop Line راح تصل إلى هذه الأجزة وعن طريق الهاتف هون راح اواجه مشكلة بال Bust Topology أيضا هذه ال Topology أحكم بها Advantage Advantage هي Ease of Installation هنا يعني أملة التنصيب هذه ال Topology سهلة لأنه كابل رئيسي وأربطينه هاي الأجهزة وأيضا عدد الكابل أصبحه نشوف أنه هو فعلاً لس لأنه عندي كابل رئيسي هو أمتد على أطول الشبكة وعندي هاي ال Drop Line فعلاً المترجم للتحديد بالBust Topology موش عندي Difficult Reconnection وفعل التحديد هوني راح يكون عندي تحديد بعدد التابس هذا تعتبر المترجم للتحديد إذا غيرت موقع أي جهاز هم راح يولد عندي مشكلة لأنه هذا الجهاز راح يكون مرتبط مع Drop Line وتاب بموقع معين فتغيير موقع هذا الجهاز راح يكون ولد عندي صعوبة في إعادة الربط بالتسطولوجي أيضا إضافة جهاز جديد راح يطلب يعني ممكن أنه هذا الباكبون كابل إذا كان عندي عدد التابس بينهم فول فما راح يعني أقدر أضيفه لازم أغير الباكبون فهذه تعتبر كدسادبانتج الفاوت والبريك في الباكبون كابل توقف كل ترانسميشن أيضا إذا حصل عندي فايلر بهذا الباكبون كابل حصل بينه قطع أو أي مشكلة كل الأجهزة راح تتوقف عن الاتصال الدمج جارية راح تنتقل بالاتجاه الأول ثم ترجع تنعكس وترجع تنتقل مرة ثانية فإذا حصل هكذا نوع من المعكاسات داخل هذا الكابل هنا راح يولد عندي نوع من النويز وراح يكون عندي تأثير على الإشارة اللي أريد أن أطلد داخل هذا الكابل هذا الكابل أيضا هذه هي الـ Disadvantages للباص التوبولوجي واضحة طلاب هذه التوبولوجي؟ نعم واضحة طبعا هي كانت سابقة تستخدم في شبكات اللان يعني كان بها نوع من المشاكل نشوف هنا هذا الباكبون كابل يعني ما من السهل أنه ننصبه فمن ظهر عندي الـ Hub والـ Switch هاي الباص التوبولوجي يعني بعد ما أضل أي استخدام كل الشبكات اللان انتقلت إلى الـ Star Topology النوع الآخر من التوبولوجي هو الـ Ring Topology ومن اسمه الـ Ring يعني هاي التوبولوجي هي تكون على شكل حلقة فكل جهاز هوني سيرتبط مع الجهاز المجاور اللي هو بـ Point to Point Link وهذا أيضا نحن من نقول Point to Point معناه أن هذا الـ Link هو Dedicated Link إلى أن يتكون عندي مثل حلقة مثل معشوف بهذا الفقر اللي أمامنا فحتى تنتقل إشارة عبر الـ Ring Topology طبعاً هتنتقل باتجاه واحد فقط من جهاز إلى جهاز إلى أن تصل إلى الـ Destination طبعاً الـ Destination نقلنا أنه هو عبارة عن الهدف يعني أنا لو كان عندي مثلاً هذه الحاسبة اللي مثلاً من الجهة اليمنى لتنقل بياناته إلى الحاسبة اللي بالجهة اليوسرى فإنتجاه النقل película أنا من إتوجار Archives إلى الـ Destination اللي بالعباء اللي الأول Sir되는 لهذه الـ Destination ل lotus وانظر رؤية لهذه المعباء ويتفج lik Au كان timeline الآن حسنم من أبحث عندما تتعة التحو Sil숙 كل هذه الداتا نحن نسميه بالدستانيشن هون كل ديفايس راح يعني يعمل كربيتر السبب لأنه هاي الإشارة عندما تنتقل إلى الجهاز الثاني ممكن يخصد بها بعض فحتى عيد توليد هذه الإشارة ممكن أن نستخدم ربيتر يعني يعمل ريجونيريشن لهذه السيجنال ومن ثم إنقلها إلى الجهاز الآخر و equivأها العديد العادة الثانية لأنها لو كان عندها شبكة التركوم بالعدد كبير من الأجهزة فصيرت التقل عبر ممكن ت darnشة هذه السيجنال ولهذا هنا هنا نعمل مهم أن نستخدمى ببيتيتر حتى يعملimy ريجونيريشن لهذه السيجنال وما تتلاشى هذه السيجنال حتى لو كان عدد الأجزاء كبير فهواني ممكن يعني الديفايس نفسه هو بما يستلم هذه السيجنال ممكن يعملها ويرجع يرسله عبر ال Point-to-point Link إلى الجهاز الآخر فإذا الجهاز ممكن هو يشتغل كRepeater الأدفانتز للRing Topology أنه من سهول أنه نصب ونعمل أي جهاز إذا نرفعه من الشبكة أو نضيف جهاز جديد راح تكون عندي عملية سهلة فقط هي عبارة عن ربط أجهزة مع بعض فممكن نلغي هذا الجهاز والأجهزة المجابرة اللي هو نربطها مع بعض فعملت الانستيليشن عملت الـ Reconfiguration بهذه الطيبولوجي السهلة أيضاً Connect to immediate neighbors راح يكون عندي ارتباط بين neighbors مع بعض جداً مجابرة Move to connections for any moving يعني إذا كان عندي أي إضافة أو أحذف لأي جهاز ممكن أنه يعني بسهولة أنه أربط الأجهزة المجابرة مع بعض وإذا ضفت جهاز جديد أيضاً من السهل أنه أضيف هذا الجهاز بس أربطه مع الأجهزة المجابرة اللي هو راح يضعف هذا الجهاز إلى الشبكة أيضاً تعتبر Easy of Fault Isolation عملت فصل هذه الأجهزة سهل وما ممكن يحصل عندي خطأ في الـ Isolation لهذه الأجهزة المساوى هذه الطيبولوجي أنه Unidirectional Unidirectional معنات أنه الـ Data راح تنتقل باتجاه واحد فقط وليس في الاتجاهين يعني ممكن تنتقل الـ Data إما باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة فممكن يكون عندي أجهزة متجاورة أريد أن أقلم Data من جهاز إلى جهاز المجاور اللي هو راح يفتر هذه الـ Data عبر الشبكة كله بشكل كامل إلى أن تصل إلى الجهاز المجاور لأنه هو يمشي باتجاه ما يقدر انقل البيانات بالاتجاه الآخر وأيضاً من المساوى هذه الطيبولوجي أنه لو كان عندي أي بروك يعني One broken device can disable the Internet network إذا واحد من هذه الأجهزة وقفت وكأن هذه الحلقة عندي فصلت فما راح يصل عندي نقل للـ Data عبر هذه الشبكة هذا يعتبر أيضاً من المساوى الـ Ring Topology هذا اللي يعني ممكن أنه نعالجه أنه لازم نعمل أكثر من الـ Ring نسميه نحن الـ Dual Ring الـ Dual Ring حتى إذا حصل يعني في واحدة من الأجهزة ممكن أنه نعالج هذه المشكلة ويكون عندي الـ Ring أخرى هي اللي راح تنتقل مثل كأنه عندي سويتش راح يحول هذا الجهاز يعني يقطع الاتصال مع هذا الجهاز اللي حصل بينه الـ Field وتبقى عندي الـ Ring تبقى كحلقة متصلة هل فهم طلاب هذه الـ Ring Topology؟ نعم والحسنة نعم تبقى عندنا آخر شيء اللي هي الـ Hybrid الـ Hybrid Topology الـ Hybrid يعني أنا ممكن يكون عندي Topology تشمل أكثر من نوع من نوع الأربعة اللي أخذناها يعني هون يمطينا في المثال Having a main-start Topology أنا ممكن يكون عندي Start Topology واللي هي Topology الرئيسية With each branch connecting several stations in a-Boss Topology يعني فلأقول لو كان عندي أنا switch اللي هو سويتش رئيسي هذا عبارة عن Start Topology هذا الـ Switch راح أخرج منه مجموعة من الخطوط كل خط أربطه بمثلا بأجهزة عن طريق الـ Best Topology يعني لكل خط من هذا الـ Switch أربطه بـ مثلا Classial Table وأخرج من هذا Classial Table مجموعة من الأجهزة فإذا ممكن يحصل عندي يعني damage لأكثر من Topology مع بعض نسميها نحنا الـ Hybrid Topology Topology إلى حد هنا نكون قد أنهينا محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي الفقرة الثانية من Chapter 1 إذا كان عندكم أي سؤال أو استحسام حول محاضرتنا اليوم مالولي ريزهان نعم مفهومة المحاضرة نعم واضح استر إذن إن شاء الله يعني إحنا المحاضرة القادمة نحاول نكمل يعني Chapter 1 وقعدنا الفقرة الثالثة من Chapter اللي هي Network Ties سنتقرّف ألام أنواع الشبكات وأنا أريد أن أتكم يعني تابعوني المحاضرات حاول تتبعوني المحاضرات يعني كل محاضرة ومحاضرتها حتى لا تتراكم عليكم المحاضرات لأنه يعني نوع عما المادة ستكوني شوية طويلة ف نحاول يعني لا تدخلونا قراءتكم المادة في ليلة الانتحان وأريد تقرؤون حتى ممكن أنه بأي وقت تعملكم القيز مفاجئ خاصة إذا يعني إذا أشوف ما أقعدكم يعني Activity مع المحاضرة يعني أن قدنا طلاب محددين عشاء تكون باقي الطلاب في حالة Silent أنا أنا رح أخلي درجات على المشاركات وحاول يعني تابعوا معي محاضرة حتى يعني تحصلون على درجات وهذه المادة يعني تقدرون تخدم بها درجة عالية ترفعون بها معدلاتكم يعني لا تستهينهم بها نعم عندنا إلاف تقول المحاضرة الثاني كلها شرحية تقريبا هاي نحفظها طبعاً يعني لازم تفهمون يعني هاي المواضيع اللي عنا أخذه يعني تفهموها أكثر مما تحفظوها أكيد يعني مثلاً عندنا كل Topology لازم مثلاً تفهمون انتم هاي Topology كيف تفتغل كيف هي Advantage يعني أكون أشياء لازم تنحفظوا وأكون أشياء تعتمد على الفهم أنا هتجيب أسئلة من خلال هذه الأسئلة أعرف الطالب هل كنفتهم المادة إذا فقط كنحفظ يعني بعض الأحيامات يجيكم أسئلة مباشرة يجيكم سؤال يعتمد على فهمك للمادة فحاولوا أنه تفهمون وحتى الحفظ شيء تحفظونه إذا ما تحفظون عن فهم فراح تنسون هذا الشيء فأكيد يعني فهم المادة هو مهم حتى لو كان بها حفظ فأنت فهم أشياء تحفظ حتى يعني ممكن أنه بالامتحان مشاطة التي تفتبني نصاً شيء الموجود بالمحاضرة إذا أنت فهم المادة ممكن أن نتعبر بأسلوبك فهذا الشيء يعني سيكون صحيح وما رح أنقصك علينا هل تبعد أي سؤال تفتح حول محاضرة مني هذا اليوم؟ حتى إذا ما كانت السؤال بس نأخذ الحضور ما يتكن سؤال بس نأخذ محضورا محضورا فهذا الشيء يجب أن نتعرف لأنه يتكلم سؤال بس نأخذ الحضور